على خطى الحوثيين يستمر المجلس الانتقالي في خطوات تقويض مؤسسات الدولة دون إبداء أي مؤشر لتحمل مسؤولية نتائج سلوكه على الأرض يواصل المجلس إنكار المسؤولية عن الخدمات في الوقت الذي يستكمل فيه السيطرة على الموارد وعرقلة عملية تصدير النفط من محافظة شبوة التي كانت بعض حقول النفط قد عاودت عملية الانتاج بشكل متواضع منذ العام الماضي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كان قد أعلن عن سيطرته بشكل كامل على إيرادات سبع مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح حساب خاص لجني الإيرادات في البنك الأهلي وتتضمن الجهات الإيرادية المسيطر عليها أهم المؤسسات كمصلحة الضرائب وجمارك المعلى وجمارك المنطقة الحرة وضرائب كبار المكلفين وهيئة المواني وشركة النفط وشركة مصاف عدن الحكومة اعتبرت هذا التصعيد من طرف الانتقال رفضاً وآضحاً لمقتضيات اتفاق الرياض واستمراراً لتمرده المسلح منذ أغسطس الماضي وسيترتب على هذه الخطوة تعميق معاناة المواطنين في عدن وخاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة منها فايروس كورونا كوفيد 19 المجلس الانتقالي وعلى الرغم من إعلانه الترحيب ببيان سابق صدر عن التحالف دعا فيه للتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية إلى أنه لا يزال يمارس السلطات ذاتها التي خولها لنفسه بموجب إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية وبينما يتزايد صحة الشعبي وسط دعوات لتظاهر احتجاجاً على ترد الخدمات في عدن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المجلس الانتقالي تمنع انتقاد المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل النقل العام وتفرض غرامة قدرها مليون ريال والسجن لستة أشهر لكل من ثبت تورطه في بث الدعاية وإقلاق السكينة العامة حسب التعميم الموجه لإدارة أمن عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر